موسيقى السلام عليكم مشاهدي مشاهدي 24 اليوم انا نقدم لكم واحد تقنية اللي عرفات نتشار كبير في الاوينة الاخيرة في المغرب لماذا؟ لانها تصلح لمشكلة الحواجب وهي تقنية الماكياج اللي شبه دائم وهذه التقنية تعطينا شكل اللي كيكون طبيعي وجميل سيدة وما كتحتاج تبان كل يوم خاصة هتدير واحد الرسم بطريقة القلام أو بالابوتغ يعني هاد طريقة كتتسهل عليها كيف نعرفو دابا بحكم احنا الاوينة الاخيرة كنعيز شوف واحد الفترة اللي كلشي سريع فيها دوك اننا مليسا نخدمو المكخوب ليدين او كنديرو شادا والحاجب ديانا كيبان بشكل مختلف وكتبان سيدة جميلة وطبيعية خلت واجد في هاد الدورة التدريبية تكويني لخبراء تجميل بالمغرب يعني الموسم التاني عندهم انتغناسيونال بوتي وارسكوب مع مسيو خلاد مهدي هو المشرف على هاد الدورة التدريبية وانا قديمة معهم وفي المكة تكونشي فورماتيو كنبغون نزيدو لينوفوتاي في لودومين ديانا وهاد تقنية اللي كنتعلمو من الخبراء عالميين كيف كتشوفوا معانا ان شاء الله هنتواكبوا معانا الاحداث كاملة ومن هاد المنبر كنبغين نوجه شكر خاص للمسيو خلاد وطاقم صاهر على هاد الدورة التكوينية وتدريبية اللي كن نستفدو من ناس راحسا انا كنت معاهم من قبل والحمد لله العمل ديالي كيلقاء القبال وناجاح وهاد شي مهم بزاف بالنسبة لحنا الناس نساء المغربيات باش نكونوز احنا مواكبين للحدث وفي هذا الماكياج شبه دائم كان تقنيات الميكرو بليدين والايلينغ والقلاساج ديالي ليفغ واليوم ما كن هضروا على الشعر الحواجب اللي هو لي كان القوى لي اقبال اكثر لانه كيعالج بزافة المشاكيل بعض الحالات كيكونو حالات ولادية كتكون فيهم بعض الفراغات في الحاجب يعني كتصلح المستوى ديال الحاجب كيبان بشكل طبيعي ومن بعد يعني كي كان الحساس سيداء إلا بغا تتبدل الشكل ديال الحاجب دياله وتبان بوحد اطلالة الجديدة وجميلة وتناسب ملامح دياله وكذلك أنه كيصلح هدوك العيوب اللي كتكون عندنا في الحواجب ديالنا بحال الشكل اللي الناس اللي كانوا دارو تاتو قديم ومرا شفتي دابا مقاش لا تندانس يعني داباد الناس كلهم أجوع كتبغي سيداء تكون بوحد طلالة لي تكون جميلة وطبيعية كيف ذكرنا من قبل وهد تقنية تعتبر أمينة على الجلد ديالنا لحقاش كنت نستعمل واحد المواد اللي جد أمينة والمواد اللي كان ناخدوها كتكون مرخصة كيف هدوك ذكرت من قبل حنا واحد الجروب دابا في المغرب يعني تحت إشراف زين فوغمونس كنت نحتمدو على واحد المواد اللي هي آمنة وجديدة ومجد متطورة بحال داباد الحمد لله ولينا كان ضاهيو البلدان العالمية أو الدول اللي كانت معروفة من قبل ما كان لقوش هدوك نمشيو الخارج ولا هذا الحمد لله دابا في السوق المغربية ولا تمنت وجهات اللي جد آمنة وعالمية وحسا هدو طريقة ديال مايكرو بليدين كان نخدموها على مستوى الجلد واحد الشكل اللي جد مشي عامق بزاف يعني كيف كان عارفو ان الجلد كتكون مثل ست طباقات يعني إيباداغم ولوداغم إيبوداغم دونك احنا كنخدمو في الإيباداغم يعني المستوى السطحي للجلد على حد شكل واحد العمق لباسات جدا ومكيشكل حتى شي خطورة يعني جد آمن كيف دارتكم السباق وذكرت من قبل وبالنسبة الميكرو بليدين او الماكياج شبه المؤقت للحواجيب ماشي جميع السيدات مخصوم يديرو هادا كينين بعد من الحالات اللي مخصناش نديرو ليهم هاد التقنية بحل السيدات اللي كيكونو كيردعو او الحواميل السيدة اللي كتعاني من الضغط والقلب وحسا اللي عندهم حروقات على مستوى الجلد ديالهم او كيعاني بعض الامراض الجلدية كالكزيمة داروري خاصهم يمشوا يستاشروا خصائي في الجلد ومن الاحسن اللي هم انهم ميديروش هاد الشي احنا كيف قلنا من قبل ان هاد شي كينبغي ونبينوا واحد الشكل اللي جميل واللي كيصلاح للبشرة ديالنا ما نضروهاش الجواب على الاسئلة اللي كتطرحوا علينا ان بعد الميكروبليدين كين واحد العناية خاصة كتكون هو ان صيدة مباشرة بعد جراء هاد تقنية ما خصهاش تقس الماء ما تمشيش لصونة او الحمام ما تتعرضش اشعة الشمس وحسا اللي كخيم اللي كتدير دونوها هادك الروتيليومي ديالها من مورطيبات او كريمات كتحولت ايفيتي هادك المنطقة اللي كانت دير لها الماكير شبه مؤقت وكنتمنى ان هاد تقنيات يعجبكم وتحاول انها تتحح لكم هادوك المشاكل اللي كتكون عندكم